بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نبارك لكم حلول هذا الشهر المبارك شهر الله شهر رمضان الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن الكريم وجعل فيه ليلتان هي خير من ألف شهر سائدين الله تبارك وتعالى بمحمد وآله أن يغلق أبواب النيران ويستمر هذا الغلق إلى ما كتب الله لنا من أعمار في هذه الدنيا وأن يفتح لنا ولكم أبواب الجنة إلى ما شاء الله تعالى من أعمارنا وأن يشرك جميع المؤمنين والمؤمنات بهذه الرحمة الواسعة في هذا الشهر المبارك عودا على بدء كنا في خدمتكم قبل أكثر من أربع سنوات وكنا في خدمة دعاء أبي حمز الثمالي وهو من إنشاء الإمام السجاد سلام الله عليه وقد قدمنا بما يتعلق بهذا الدعاء وتابعنا الدعاء بفقراته قبل أن نبدأ من حيث انتهينا أحب أن أشير إلى نكتة مهمة وهي في مقام كيفية تربية الأم الأطهار عليهم السلام لنا لا أريد أن أدخل في مهمات المسائل التربوية والأخلاقية لكن أتحدث عن نمط ينفعنا كثيرا في تقييم السلوك وهو ما يلي إنسان بعد أن يدرك ويبدأ يتحسس بالأشياء ويتبنى أشياء فتبدأ شخصيته بالنمو وفق ما يكتسب من أفكار ومن مبادئ وبالنتيجة سيدخل إلى ذهنه مجموعة كبيرة من الأفكار وقد في هذه الأفكار توجد تناقضات الأسرة تربي المجتمع يربي المدرسة تربي هو الإنسان من خلال علاقات العامة يكتسب مجموعة من المعارف غثها وسمينها يحتاج إلى ميزان ليس كل ما يكتسب الإنسان من فكرة بالضرورة تكون صحيحة وأيضا ليس بالضرورة أن تكون خاطئة فيحتاج إلى ميزان أن هذا الميزان يصوب يقوم المبادئ التي يعتقده وكلما كان الإنسان يلتفت إلى ذلك مبكرا في حياته كلما كانت السيطرة على هذا الميزان أو معرفة هذا الميزان عفواً تكون أكثر سيطرة على نفسه من ابتعاد أو إبعاد بعض الشوائب المعينة باعتبار لا زال لم تنمو بعض الأفكار التي قد تكون دخيلة فإذا نمت وكانت دخيلة قد من الصعب اقتلاحه بعد ذلك هذه المجموعة من الأفكار إنسان عندما يلتفت إلى نفسه يرى أنه قد تكونت عنده مجموعة من المبادئ بلا أن يلتفت إلى كيفية دخولها إلى نفسه أو إلى ذهنه بالنتيجة تكون عنده مبادئ لكن هذه المبادئ هل هي مبادئ صحيحة؟ غير صحيحة؟ قد لا يلتفت ولذلك هنا أريد أن أبين معارف أهل البيت عليه السلام لابد أن هي التي تقودنا يعني أنا عندي أفكار محددة وإتي أتناول آية أو دعاء مثلا وأحاول أن أتشبث بما عندي من أفكار وهذه الآية الشريفة ألوي عنقها وفق ما أبتني أنا أو أتبنى أنا أو هذا الدعاء أو هذا الرواية أحاول أن أوجهها وفق ما أنا معتقد وبالنتيجة سأبتعد كثيرا عن ما يراد لي ولا أقترب لأنني أنا الذي سأوجه الآية وأنا الذي سأوجه الرواية ولذلك بعض رواياتنا الشريفة تقول التعلم في الصغر كالنقش على الحجر صعب إزالته وروايات أهل البيت عليه السلام تشجعن على تربية الأحداث صغار السن هؤلاء إذا تأدبوا بآداب الأمة عليه السلام من الصعب بعد ذلك أن يتبدلوا أو يتغيروا بل كل ما جاءتهم آية أو رواية قرأوها يرونها تتطابق مع ما بنوا عليه بخلاف الذين كما قلنا هذا الذهن مشبع بأفكار تدخل الإنسان بلا تمحيص بعد ذلك قد يستغرب من آية أو رواية يراها أنها على خلاف ما يعتقد سأضرب لكم مثلا باضحا وهو تعرفون بعض أصحاب الأمة الأطهار عليه السلام أنه كانوا قمة في التقوى وفي العلم وفي المبادئ بعض هؤلاء الأصحاب لم يفتحوا أعينهم على تراث الأمة عليه السلام وإنما تعلموا من مدارس أخرى أضرب لكم مثلا زرارة بن أعين زرارة بن أعين من الشخصيات العظيمة عندنا هو وأخوته وهذه الطبقة بقوا إلى فترة متأخرة من زمن الأمة عليه السلام زرارة بن أعين بدء حياة الشريفة لم تكن عند الأمة الأطهار عليه السلام ولذلك كان ذهنه مشبعا بأفكار غير أفكار الأمة عليه السلام والقصة المعروفة أنه كان يسأل الإمام الباقر عليه السلام بعض الأسئل والإمام توسم فيه النبوغ والذكاء فكان يفرد له وقتا خاصا فعندما جاء في أحد المرات إلى داره بعد الصلاة كأنه الإمام عليه السلام أو هو زرارة صار حديث عن الميراث عن الإرث عن الفرائض يعبر عن الفرائض عن الإرث بالفرائض فالإمام الباقر توجه للإمام الصادق عليه السلام وقال أتي بالصحيفة الفلانية وجاء الإمام عليه السلام بهذه الصحيفة ككتف البعير في الرواية وعطاها إلى زرارة والإمام ذهب الإمام الباقر إلى راحته وبقى مع الإمام الصادق قرأ الصحيفة بعد ذلك في اليوم التالي لعله الإمام باقر سأله قاله هذه الصحيفة قرأتها قال نعم قال ما تقول قال هذا ما جاء فيها كله باطل لماذا قال هذا يختلف ما بأيدي الناس إمام عليه السلام قال له هذا إملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب عليه السلام وزرارة يقول هذا باطل لأن زرارة قد تشبع بأفكار بعيدة عن أفكار أهل البيت عليه السلام فلذلك عندما قال هذه المقولة نتيجة الترسبات التي كان يعتقد بها عندما نبهه الإمام الباقر أن هذا هو دين النبي صلى الله عليه وآله بدأ زرارة بعد ذلك يرتاد إلى أن أصبح زرارة كما هو معلوم لدي أقول هذه القضية ضمن المبادئ قال إنسان عندما يتعلم من شعب متعددة شعب متعددة لا شيء أنها ستؤثر لكن هل هذه الشخصية هي الشخصية التي يريدها الإمام في مطل آخر قد يكون الإنسان بعيدا عن الأئمة وهو يحسب نفسه قريبا بعض المبادئ قلنا الذي يعلمها الأئمة عليه السلام لا تكون إلا عند الأئمة خاصة لا يوجد علم بالروايات الشريفة لا يوجد أي علم نافع ومز إلا ويكون مصدر أهل البيت عليه السلام كان في الرواية فليثب الحكم بالعتيبة وفلان وفلان يشرق يغرب لا يوجد العلم الواقع والحق إلا عندنا ولذلك أخواني الإنسان قد لا يلتفت حكم انشغالات في الدنيا كثيرة شهر رمضان شهر فيه ميزة أن الإنسان إذا قلل المأكل والمشرب قد هذا يلزم أن ينمو من جهة معنوية يعني الجانب العقلي وجانب التأمول وجانب التفكر فيه كثير هو شهر رمضان ينظم أمورنا ولكن هذا التنظيم لا بد أن يكون له أثر في بعض الحالات يكون علم لا ينفع تارة العلم بنفسه غير جيد علم لكن لا ينفعني لا أجد مجال لتطبيقه وتارة علم بما هو علم ينفع لكن أنا لا أنتفع به حالة وأصل الألم لا ينفع كما في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى مسجد ووجد الناس ترتفع إلى شخص قال ما هذا قال هذا نسابه فهذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من تركه ولا ينفع من علمه فليعرف الإنسان الأنساب مثلا وتار أنا أعلم الفقه مثلا لكن لا أنتفع به أعلم الحق لكن أنا لا أنتفع به النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من ما أورد كان يشير إلى أمير المؤمنين عليه السلام ويشير إلى الزهران في أكثر من ما أورد وفي خطبة الغدير كان هو الحديث الذي فيه تفصيل كثير وأمام الجمع الكبير وكلهم سمعوا لكن هذا العلم بنسبة لهم لم ينفعهم مع أنه علم بأصله علم نافع ويريد بهم أن يخرجهم من الظلمات إلى النور لكن لم ينتفع لذلك ليس كل من أدرك الحق قد عمل به فالإنسان عندما يدرك الحق لا بد أن يعمل به ولا ما فائدته كما في واقعة الطف بعضهم كانوا يعرفون الحسين عليه السلام ولعل هذا الحديث ذكرنا يعرف سيد الشهداء حق معرفته يعرفه هو ابن من وهو هو كله يعرفه لكن بالنتيجة غلبته الدنيا وغلبه هواه على ما كان يعرف فإذن هناك مرحلة ثانية يعني بعد معرفة الحق هو العمل به ودائما العلم قبل العمل إنسان إذا عمل بلا علم يرتطن لا بد أن يرتطن بالمشاكل التي لا يجد لها حلا أصلا لذا أخواني عندما نعيد الكرة حقيقة أجواء رمضان أجواء تختلف الإنسان قد يسمع في رمضان ما لا يسمع في غيره وقد يفرغ في شهر رمضان ما لا يفرغ في غيره التوجه إلى الله تبارك وتعالى وهو السبيل الذي لا بد منه والإنسان هو محط الحاجة دائما للإنسان فقير محتاج ضعيف ذليل منكسر ثاني زائل هذه الصفات كلها عند الإنسان الإنسان إذا وصف أي واحد مننا الآن قال أنت فقير هو صادق قال أنت ذليل صادق أنت زائل أنت فاني أنت محتاج كل هذه الأشياء فينا والله تعالى قدر هذه الفترة الزمنية لكل مننا ثم ينتقل من هنا إلى تلك الدار الآخر هذا الشهر المبارك هي محطة مهمة لتدارك وضعنا كل مننا يتدارك وضعه تقصير مع الله تعالى هذا كثير تقصير مع نفس الإنسان ظلام للآخرين ظلام لأرحام حتى وإن كان الإنسان يكابر لكن بداخله يشعر أن هو الظالم الآن قد صوت عالي مركز عنده لكن واقعا قد يشعر أن هو المقصر هو الظالم ولذا لا بد الإنسان أن ينتصر على نفسه أن يتدارك في هذا الشهر الشريف حتى ينتصر لاحظوا عندما يقول الرواية الشريفة أن الشياطين مغلولة هذا تعبير لطيف ودقيق جدا الشياطين مغلولة معنى ذلك أن الله تعالى هيأ لنا كل أسباب المنعة عن الشياطين الشيطان يأتينا من المأكل يأتينا من الغرائز يأتينا من الشهوات الله تعالى فرض علينا هذه الصوم فإذن الشيطان لا يستطيع أن يثب علينا إنه هناك حاجز بيننا وبينه كل ما أراد أن يثب يرى أن هذا العبد صائم فلا يأكل ولا يشرب ولا يزيغ بصره عن الحلال إلى الحرام ولا تنقل رجله إلى مورد من موارد المعصية لأنه صائم فالله تعالى هو الذي رحمه حمنا حافظ علينا جعلنا في هذه الحصانة والشيطان العيد فالشيطان غل في هذه الفترة هنا يبدأ الدور الحقيقي لنا إذا انتصرنا خلال الثلاثين يوم وحققنا جزء مما أراده الله تعالى بنسبة واحد إلى اثنى عشر شهر واثنى عشر شهرا انتصرنا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا نستطيع أن نجد لذيذ الطاعة في بقية الأشهر هذا الشهر المبارك هو شهر رحمة كما قلنا سابقا وفي خدمتكم لإمام السجاد كان يتأسف على ذهابه وممكن جنابكم تقرؤون دعاء استقبال شهر رمضان في الصحيفة ودعاء وداع شهر رمضان أيضا في الصحيفة الإمام عليه السلام كيف يستقبل وكيف يودع والاستقبال لابد أن يكون لشيء عزيز مهم نعتني به والإمام استقبله بالعبارات المعروفة وأيضا عندما يودع يودع عزيزا يودع شخص جهة كأنه فقده يودع ضيفا كانت فائدتنا منه كثيرة هذه العلاقة ما بين بداية الشهر ونهاية الشهر الإمام يصورها في التصوير رائعة جدا وما بينهما الإكثار من الصلاوات ومن الدعاء ومن 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 جملة ما تقدم سابقا هو تلك الفقرات الرائعة في هذا الدعاء الشريف دعاء أبي حمزة رضوان الله تعالى ونحن ونحن تقدم سابقا منا في حديث المطول وصلنا إلى بعض الفقرات ممكن أن نتابح بحسب ما يعني يفسح أو يكون لنا الوقت في ذلك لاحظوا الفقرة التي أعتقد وصلنا إليها يقول الإمام عليه السلام فيها إحنا قلنا في دعاء أبي حمزة هناك فقرات كثيرة نعم العلاقة المركزية محفوظة عندما نقول القرآن كتاب هداية هذه الجهة المركزية في القرآن وهذا فيه قصص وفيه مواعظ وفيه خوف من النار وفيه ترغيب إلى الجنة وفيه ترغيب إلى طاعة الأنبياء لكن القضية المركزية في القرآن هو كتاب هداية قضية المركزية في الدعاء كما قلنا الحاجة إلى الله تعالى أن الإنسان دائما محتاج إلى الله تعالى فهذه المحاورة ما بين العبد وما بين الله الدعاء هو عبارة عن العبد يطلب من الله القرآن القرآن هو الله يتحدث مع العبد الدعاء العبد يتحدث مع الله تعالى وكلما كان الإنسان عالما كلما كان حديثه شيقا ومركزا ومهما الإنسان منزلته العلمية والتقوائية قطعا تؤثر فيما يدعو وتقدم هذا الحديث السابق سأن قد يكون جاهل قد يكون بليد ويشعر هو محتاج إلى الله لكن لا يعرف كيف يدعو يدعو بأمور قد تكون جدا جدا جزئية بمقدار ذهنة مقدار عقل لكن عندما يكون الإنسان عالما لا سيدعو دعاء ينفعه ولعله الشيء بالشيء يذكر قال أن أويس القرني رجل من أهل اليمن هو لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله يعني جاء إلى المدينة ولم يكن النبي فيها وكان بارا بأمه أحد الأسباب التي منعت أن يأتي إلى المدينة كان يدار أمه لكن هذا الاسم كان اسم معروف تنقى القصة منا من طرقنا من غيرنا شاهد ها الإنسان كيف يدعو يقال أن النبي صلى الله عليه وآله في بعض جلسات قال هذه ساعة يجاب فيها الدعاء كل من يريد أن يدعو الله تعالى يجيب دعاء فبدأ مجموعة الصحابة عند النبي يدعو وهذه فرصة الإنسان فعلا عندما يعرف ويخبر أن في هذه الساعة سيجاب دعاءك هنا فعلا تظهر معادن الرجال كيف يدعو ماذا يطلب من الله تعالى هذا دعا لرزق هذا دعا لبيت هذا دعا لزوجة صالح هذا دعا لثجارة هذا دعا لغنم مثلا فانته وقت الذي أجيب الدعاء نبي صلى الله عليه وآله قال لو كان أويس لعلمكم كيف تدعون مراحة الأيام النبي صلى الله عليه وآله ارتحل من هذه الدنيا جاء أويس إلى المدينة في زمن خلافة الثاني خليفة الثاني بعض الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وكانوا سمعوا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله سألوا أويس والحدث فلاني كان في زمن النبي والنبي هكذا قال فيك فلو أنت كنت في ذلك الزمن ماذا كنت تدعو جميل يعني النبي أخبر والمخبر عنه وهو أويس حاضر الآن لاحظ أويس ما قال أنا لو أدرك تلك اللحظات أو الساعة التي قال فيها النبي ما قال لدعوت بالتالي لكان قلت اللهم أبقي محمدا إلى يوم القيامة هذا كان دعائك لاحظ الفرق بين الأشخاص ومن بأ الخير هو النبي صلى الله عليه وآله فإذا كنت أنا حاضر وإلى الله تعالى يجيب دعايا أدعو بهذا الدعا كل الأمور البقية لا قيمة هذا هذا لوجود المبارك خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ولعله في مستقبل الأيام بعض ما يتعلق العلياتين يسأل الإمام الصادق أحدهم أن هل التفتل الرواية الشريفة هل في الكافي موجود النبي صلى الله عليه وآله ورث جميع الأنبياء الإمام قال ما بعث نبي إلا وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله أعلم منه نص أي نبي من الأنبياء تتصور كان نبينا أعلم منه وبالنتيج هذا العلم انتقل إلى أمير المؤمنين وإلى بقية الأمل أطهر عليه مساء الشاهد في المدخل أن الإنسان عندما تتوفر له فرصة الدعاء مع الإقبال ومع التهي الأسباب لا بد أن يستثمرها وأن يعرف كيف يستثمر نعم الإنسان هو عبارة عن كله حاجة إلى الله هذا متفق عليه لكن كيفية الدعاء كما قلنا تختب لذلك لاحظ الفقر الإمام عليه السلام التي وصلنا إليه يقول عليه السلام اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت وقمت للصلاة بين يديك أقرأت كل الفقر وأرجال وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت ألقيت نعاسا إذا أنا صليت وسلبت ني مناجاتك مناجاتك إذا أنا ناجيت ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طرتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني لاحظ هذه النقلة أخرى سيئت إن شاء الله تعالى أرجع إلى العبارة الأولى يقول اللهم إني كلما قلت قد تهيأت طبعا قلت فيها أكثر من يعني واسعة قلت مو بالنتيجة هذا القول إفصاح الإنسان يفصح لعل غير النية قلت غير نويت لكن مو بالنتيجة يوجد سامع أنا أقول له لكن كأنه قررت بتعبير لا أقول المعنى النص بقلت قلت المتعارف أن هذا القول قررت لا أفترض الآن أنا قررت ماذا قررت قرار ما هو قال ثم جاء بكلما كلما تدل على نحو مدى الاستمغارية كلما دخل عليها زكريا لمحراب وجد عندها رزق يعني الموضوع لم يكن لمرة واحدة وإنما كان يتكرر ووجد عندها رزق وهذا نكر رزق هذا غير رزق الأول ورزق الثاني غير الثالث الثالث غير الرابع لكن عملية الدخول كانت تتكرر وأيضا الرزق الذي كان كان رزقا كثيرا منوعا يقول كلما قلت لاحظوا كلما قلت كأنحال من الاستمرارية ماذا قلت يعني ما هو قراري قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك هذا قراري نأتي للقرار ما هو القرار قرار الداعي الآن مو الإيمان فقط قرار الداعي أولا قد تهيأت ثانيا تعبأت تعبئ ثالثا قمت للصلاة بين يديك رابعا ناجيتك هذه أربع حالات الإمام عليه السلام بيّنها كداعي أتكلم يعني الإنسان الداعي يريد من الله شيئا هذه الحالة تتكرر مني كداعي أولا أنا قررت ما يلي أولا أنا أتهيأ والتهيأ إخواني فيه نحو من الاستعداد هل أنت متهيأ قل نحو أنا مستعد تعبأت التعبئ كأنه عندما نضع شيئا على شيء قل هذا نعبئ كأنه كأنه لملمت نفسي وجعلت بعضي على بعض لأن المهمة مهمة ذات وقع عندي فلابد أن أكون بأتم حالة الاستعداد ثم ماذا هو القرار بعد التهيئ والتعبئ قال وقمت للصلاة بين يديك لاحظ الإمام عليه السلام جعل الصلاة لها قيمة عالية لم يذكر غير الصلاة مما يدل على أن الصلاة لها قيمة عالية عند الإمام وعند الداعي يتهيئ يتعبئ ثم قام للصلاة بين يدي الله تعالى ثم يناجي والمناجات أخواني من أفضل القربات ولذلك ولذلك كان الإم عليه السلام يأنسون بالمناجات إمام كاظم سلام الله عليه يحمد الله تعالى لأن الله فرغه للعبادة والعبادة هي هذه المناجات بين العبد وبين الأقوى ما يكون الإنسان عندما يناجي الله تبارك وتعالى ولذلك بعض الآيات تقول لا خير في كثير من نجوان إلا من أمر بمعروف أو صدقت أو إصلاح بين الناس إنسان غير ملتفت يتحدث بأحاديث سيتورأ منها يوم القيامة بعض اللذائذ في الدنيا إنسان سيتبرأ منها يوم القيامة يندم عليها يقول يا ليتني لم أفعل لذة مؤقتة بفترة قليلة تتبعها والعاذ بالله يتبعها خلود في نار جهنم نستجير بالله إمام عليه السلام يقول هذه الأشياء الأربعة كل ما قلت وعزمت وقررت أن أتهيأ أتعب وقمت للصلاة بين يديك تهيأت بهذا المعنى وناجيتك لكن يا للأسف لم تكتمل لماذا يقول ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت لاحظوا عملية عدم اكتمال هذه اللذة لذة لذة المناجاة لذة الصلاة إذا ألقي النعاس صعب أن يتفرغ للطاعة بعد ذلك النعاس أشه بالسلطان يهيمن على الإنسان يحاول أن يصرفه لأن الطاقة البدنية محدودة يقول ألقيت علي نعاسا إذا أنا صلي سيأتي التبرير التفت جدا سيأتينا إن شاء الفقرة الآتية كيف الإمام يصور هذه الحالة أنتم تعلمون قلنا سابق أن الإنسان لا بد أن يستثمر كل شيء في حياته ويطلب من الله تعالى ما شاء حتى الذن وقع الذن بالنسبة الإنسان لا يظل فقط أنه يندم لا بد أن يوجه البوصل إلى الله تعالى فبيده هي المصائر لأمور يستثمر هذه القضية رغما عن الشيطان لأن العلاقة بين العبد وبين الله تعالى علاقة الاحتياج كما قلنا والافتقار والشيطان مفتقر إلى الله تعالى ما عنده سلطان أن كيد الشيطان كان ضعيفا لكن الإنسان تسول له نفسه ويضعف في لحظة من اللحظات المهم يعني يذهب إلى حيث لا يمكن أن لا يراد له أن يذهب على كل حال لكن لا بد أن يستثمر الإنسان هذه الحالة ويرجع إلى الله تعالى الإمام الداعي هنا في أن هناك معوقات وهذه المعوقات لها من شاء فقد يسلب التوفيق في بعض الحالات وتعرفون الطاعة التوفيق اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصي الإمام هنا يصور هذه الحالة فسيحرم الإنسان الداعي من هذه اللذة لذة الصلاة ولذة المناجة لأن هذه التهيئة والتعبئة لأمر مهم الإنسان لا يتهيئ إلا إذا كان الأمر المتهيئ له أمر مهم جدا وما هو هذا الأمر المهم جدا وهو أن يقوم للصلاة بين يدي الله تعالى وهذه أفضل القربات ويبدأ يناجي الله تعالى بالدعاء والوقوف بين يديه هذه التهيئة والتعبئة لهذا الهدف لكن التوفيق لم يحالف الداعي مع أن القضية بدأت كلما قلت تهيئت تعبئت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك المشكلة أين ألقيت علي لاحظوا العبارة ألقيت علي ماذا ألقى ألقى نعاسا والنعاس مقدمة النوم تجعل الإنسان يقاوم النوم ينشغل عن الصلاة ينشغل عن المناجاة بل إذا تكلم تكلم بكلام قد لا يركز فيه لأنه بدأ على وشك أن ينام وهذه تعتبر مقدمة لماذا مقدمة لأي شيء بحرمان الداعي من الوقوف بين يدي الله تعالى هل هناك سبب إلى أن الإنسان يلقى عليه النعاس أو لا العبد الله تعالى يحب للعبد دائما أن يكون داعيا مؤمن دعاء الصلاة خير من شاء استقل له من شاء استكثر الله تعالى يريدنا دائما بين يديه مع ذلك الله يلقى علينا نعاس كأن نقض الغرض يفترض أن نبدأ بالصلاة ولابدأ بالمناجات خصوصا مع التهيئ والاستعداد مع ذلك سيحرم هذا الداعي من هذه اللذائذ بسبب مشكلة عنده سيأتي الإمام كيف يصور هذه المشكلة أمام هذا أي نقطة مهمة يعني أنا أعيد التركيز عليها مهم الإنسان يتهيئ ويستعد والغرض من هذا التهيئ والاستعداد أيضا مطلب الكبير وعظيم وهو الوقوف بين يدي الله تعالى والمناجات مع ذلك هناك مشكلة ستواجهنا ما هي المشكلة قال سلام الله عليه ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت فأكون عندي مقاومة للنعاس مقاومة تشغلني على التوجه وسلبتني مناجاتك لاحظوا السلب هذه العبارة العبارة مهمة جدا عبارة كأنه السلب يستعمل إذا كان شيء أنا عندي أملكه لكن يسلب مني يؤخذ مني قال هذا قاطع طريق ماذا صنع قال سلبني ثيابي سلبني مالي الثوب عنده والمال عنده وهذا سلبه وإياه فانتقل مني له أصبحت الآن أنا مجرد من الثياب ومجرد من أين المال قد سلبت أين الملابس قد سلبت تعبير الإمام عليه السلام عبر عن المناجات بالسلب قال سلبتني مناجاتك لا توجد مناجات بعد انتهت لأنها سلبت مني تحتاج إلى توجه تحتاج إلى تركيز فقدت التوجه وفقدت التركيز والمناجات تحتاج هذين الأمرين حتى أتوجه بها إليك يا رب العالمين يقول الآن سلبت مني لاحظ المعوق الثاني نعاس إذا أنا صليت بدأت أقاوم النعاس انشغلت بالنعاس عن التوجه بالنتيجة سلبتني المناجات فأصبحت حركات بلا فائدة لماذا يصنع هكذا بهذا العبد لابد من مشكلة عند العبد اللي هذه الأمور المهمة بدأت تنسل نبقى مع الدعاء قال وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت لاحظوا الأخرى قال ما لي ما لي عادة سؤال فيه تقريع يعني مع السياق أتحدث الآن السياق كأنه سؤال مع تقريع أريد أن أقرع نفسي ما لي كلما رجعنا إلى مسألة التكرار ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي اختفت وقرب من مجالس التوابين مجلسي كلما قلت صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلي أزالت قدمي إصلاح السرير أخواني من الأمور التي بين العبد وبين الله تعالى وهذه من الأمور التي ندب إليها الشارع المقدس أولاً الله لا تخفى عليه خاف أنا قد أمام الآخرين أظهر الخير والعمل الصالح أمام الآخرين أمام ما يكون في سريرتي وخبايا نفسي الآخر لا يطلع عليه يرى مني عملاً صالحاً فيمدحني والمقياس ليس هذا المقياس لابد أن ينطوي على سريرة صالحة على نية صالحة وانتهي بنية إلى أفضل النيات في دعمك كرم الأخلاق لأنه لا يعلم بالنية والسريرة إلا الله تبارك وتعالى وهذا العبد الداعي يقول ما لكلما قلت مغنم مغنم الإنسان أن تصلح سريرته قلت قد صلحت سريرتي وكأنه طويت كشحاً عما مضى الآن سريرتي صالحة أصبحت من الصالحين في داخلي وهذه السريرة عندما يأتي يوم القيامة يقول يوم تبل السرائر أرى أن سريرتي صالحة فأكون أنا مطمئن لأن الله تعالى هو الذي كان في الدنيا يعلم واليوم في الآخرة إذا ابتلاني يعلم تلك السريرة كانت سريرة صالحة فالإنسان يطمئن ينتاب نحو من الطمئنين إذا كانت سريرته صالحة ولذلك هي مغنم هي محل التنافس إنسان يؤد بنفسه بإصلاح السريرة وإصلاح السريرة تحتاج إلى صوت يحتاج إلى تأديب ليس صور الإنسان بكلمة كلمتين تصلح سريرته هيهات تحتاج سريرته إلى أن يمتطيها ويوجهها كما يمتطي أي داب هو يوجهها فتحتاج إلى صوت دائما معه حتى يصلح هذه السريرة ويمر بها إلى الصراط القويم ولذلك الإمام عندما يتكلم عن مفردات مهمة لابد أن نقف عندها هذا مطلب من المطالب التي يتنافس عليها الأخلاقيون والعبد لمؤمن الله يرضى لرضائه كمؤمن لابد أن تكون سريرة صالحة والإيمان إيمان في الجوانح فإذا كانت السريرة قد صلحات والإنسان بينه وبين الله تعالى قد توضحت الأمور عنده ويريد أن يطوي نفسه على ما الله أراد منه فهو الإنسان عبد طيع لأن سريرته صالحة ومنبته صالحا فأي حكمة وأي كلمة وأي علم وأي معروف سيرى نفسه في هذه السريرة كأنه وافقها ولذلك العمل الخارجي بلا صلاح سريرة لا قيمة له لأن الله تعالى ماذا يقول في بعض الروايات قل أنا أكرم الشريكين أنت تشرك بي أنا أكرم الشريكين الذي أشركت بي معه أحدا هذا العمل أعطيه لذلك الأحد أنا لا أقبل أن أشرك أنت أشركت معي أحدا أنا أكرم خذ هذا العمل من هو شريكك الشيطان فلينفعك زيت فلينفعك فلان فلينفعك فإصلاح السريرة من المطالب الكبيرة جدا ولذلك الإنسان المؤمن عندما يبدأ لابد أن يلتفت إلى هذه النقطة كيف سريرتي طبعا لا أحد يستطيع أن يفهمها إلا الله تبارك وتعالى وأنا في بعض الحالات حتى نفسي في بعض الحالات قد تخدع وهذه نقطة يصعب التفوه بها لكنها واقعية قد الإنسان سريط لا يلتفت إليها لأن لم يجرب يتماشى مع الأمور ويرى أن سريرته صالحة لكن إذا اختبر إذا محص يرى أني كنت أنطوي على بعض الرذائل أجارنا الله وإياكم لكني لم ألتفت إليها لأنني غير مبتل كنت أعتقد أن سريرتي جدا جدا صالحة لا صالحة فقط جدا جدا صالحة ولذلك هذه النكتة لإمام عندما يبرزها في الدعاء ويجعلها مطلوبة لأنها مهمة ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي لحظ وقرب من مجالس التوابين مجلسي الإمام يلفت نظرنا إلى قضية يبدو أن مجلس التوابين مجلس خاص مجلس التوابين الإنسان يطلبه هذا مجلس خاص لا يتهيأ لكل أحد ما هو مجلس التوابين هل هو جلسة خاصة الإنسان يجلس في مسجد هذا مجلس التوابين يجلس في زاوية من زوايا لبيت هذا مجلس التوابين ما هو مجلس التوابين مجلس التوابين هي حالة من الحالات التي لا تنفك عن الندم بين العبد وبين الله تعالى وحالة من استشعار الإحتياج الدائم إلى الله تعالى لاحظوا التواب اسم من أسماء الله وأيضا التواب اسم من أسماء التائب معنى التائب هو الراجع الآئب لكن عندما يكون تواب مبالغة تكرار الفعل دائما أنا تواب دائما أنا أتوب إلى الله ولذلك دائما مقارنة لإستغفار بالتوبة أستغفر الله ربي وأتوب إلي أطلب المغفرة وأنا أتوب إذا أنا تبت إلى الله تعالى الله يتوب علي لاحظوا الفعل هناك توبة من العبد وتوبة من الله الإمام عليه السلام مع إصلاح السريرة يعتبر هذا مغلم آخر وهو كلما قرب من مجلس التوابين مجلسي يعني الإنسان بدأ يطمئن بدأت أصل إلى مجلس التوابين بدأت الآن أطالب عفو بدأت الآن أطالب نفسي بأن تتوب إلى الله تعالى دائما أرجو من الله تعالى أدعو الله تعالى أن يتوب علي هذا مجلس ليس من السهل الحر عند عبارة في واقعة الطف جدا جميلة وعبارة السيد كانت أجمل أجل هل من توبة فعل شيئا الحر ندم عليه هو لم يتوقع ذلك رجل كما يقول من حسن على الكوح فعلا حر يعني فإذا السن يتعوذ من من شر أعوذ بالله من شر الشيطان يتعوذ من شر والله تعالى هو المعاذ به نعوذ بالله نلتج إلى الله تعالى كأنه هناك شيء يريد أن يفترس ني وأنا أهرب منه ألجأ إلى حصن الحصين الله تعالى فأعوذ بالله ممن أعوذ أعوذ بين الشيطان المؤمن بعد ذلك عندما تكون صلاته صلاة لا قيمة له أعوذ بك من دعاء لا يسمع أعوذ بك من قلب لا يخشع واقعا هذه الأشياء ما أفعل بها مجرد لقلقت لسان لا تنفع هذا التوجه أخوان إلى الله تعالى لذلك الإمام أعطاه قيمة عليا مع صلاح السريرة وأنا اقترب مجلسي من مجلس التوابين هاتان خصلتان مهم يحرص عليها كل أحد لكن نرجع إلى السؤال هل تحققت هذه الأشياء الإمام يقول دعاء أخذنا وقتا كثير قال وقرب من مجالس التوابين مجلسي لاحظ أرضت لي بلية أزالت قدمي نحتني أبعدتني عما كنت نويت أن أصل له أبعدتني وهذه البلية لابد أن تكون بمستوى كبير لتشغلني بالنتيجة أيضا الأولى ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وبالنتيجة المناجاة أيضا سلفت والآن أنا قلت صلحت السريرة وقرب من مجالس التوابين أيضا هذه الفائدة هم ذهبت جيد هل هناك تعليل لماذا لم أوفق هذا شيء مهم الإنسان يسأل نفسه مثلا متعود على صلاة الليل لحظة معينة يوم معين لم يصلي صلاة الليل لا يحاسب نفسه ماذا فعلت حرمت من هذه اللذن آخر لا يصلي صلاة الليل يكتفي بصلاة الصب بعض الحالات أيضا صلاة الصباح تفوت حاسب نفسه لماذا فاتني هذا الخير لابد من وجود سبب لابد من وجود مشكلة الآن لاحظوا أخواني حتى يعني نختم بشيء يكون واضح عندنا الله رغب إلى المناجات لا خير في كثير من نجم إلا من يريد مناجات تأمر بصدقة بمعروف بإصلاح والله تعالى نحن نريد نحن نريد أن نجعل أنفسنا مع هذه الأخلاق كما نوفق لماذا والله تبارك وتعالى هو كله خير فلابد من وجود سبب حتى التفت للسبب ويكون هذا السبب إذا عالجته لا أحرم من هذه الأمور على كل حال يأتي إن شاء الله تعالى في الغد إن شاء الله أن أبقى الله وإياكم ما يتعلق ببقية الفقرات نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من خدمته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة